هذه المقدمات التي حدثتكم عنها أراها ضرورية أن تأخذوها بنظر الاعتبار وأنتم تتابعون هذه الحلقات المقدمة الأولى ما بين الدين والمذهب تذكروا أن ديننا دين واحد ولا وجود للمذاهب المذاهب صناعة بشرية لا شأن لنا بها المقدمة الثانية حذرتكم ونبهتكم من النقص والاشتباه الذي قد يطرأ على حديثي وبينت لكم الأسباب لابد أن تلتفتوا إلى هذه القضية أيضا المقدمة الثالثة بيّنت لكم الأسس وفقا لها سيكون بحثي فيما يرتبط بآل محمد وفيما يرتبط بآل طوس هذه هي الدنيا هذه هي الدنيا التي تجعلنا نتحدث في الوقت نفسه عن آل محمد وعن حثالات أهل طوسي هذه هي الدنيا المقدمة الرابعة وهي الأخيرة في مجموعة هذه المقدمات في هذه الحلقة لغة الأرقام التأريخية إنني سأضع لكم قائمة بالتواريخ المهمة كي تعرفوا منذ متى بدأت مشكلتنا مع مذهب الضلال هذا مع المذهب الطوسي حكايتنا تبدأ من بعثة نبينا صلى الله عليه وآله نبينا الأعظم من بعثته إلى هجرته قضى في مكة من السنين ثلاثا وعشرا ثلاثا من السنين وعشرا من السنين ثلاثة سنة من بعثته إلى هجرته وهذه المرحلة نسخت في المدينة مرحلة مكة نسخت في المدينة المدينة هي مدينة الهجرة قضى النبي فيها من السنة من السنة الأولى إلى السنة العاشرة عشر سنوات مرحلة التنزيل الجزء الثاني من مرحلة التنزيل لكنه الجزء الذي نسخ المرحلة الأولى إلى أن وصلنا إلى بيعة الغدير في السنة العاشرة حيث جاءت مرحلة التأويل فنسخت مرحلة التنزيل بدأنا مرحلة جديدة مرحلة التأويل منذ سنة العاشرة للهجرة إلى سنة الغيبة إلى السنة الستين بعد المئتين هذا العصر هو عصر الحضور ضمن مرحلة التأويل عندنا ثلاثة سنة في مكة من البعثة إلى الهجرة مرحلة التنزيل الأول الشق الأول من مرحلة التنزيل انتقلنا إلى المدينة من السنة الأولى إلى العاشرة مرحلة التنزيل الثانية الشق الثاني من مرحلة التنزيل الشق الثاني من مرحلة التنزيل نسخ الشق الأول من مرحلة التنزيل حتى وصلنا إلى بيعة الغدير في أواخر السنة العاشرة من الهجرة وبدأت مرحلة التأويل مرحلة التأويل بدأت من السنة العاشرة للهجرة إلى السنة الستين بعد المائتين إنها سنة الغيبة ما كان بين العاشرة وبين المائتين والستين من السنين إنه عصر الحضور لا توجد لا توجد غيبة عصر الحضور ضمن مرحلة التأويل من السنة الستين بعد المائتين بدأت الغيبة الأولى ضمن مرحلة التأويل أيضا مرحلة التأويل مستمرة إلى يوم الخلاص إلى يوم الظهور الشريف من السنة الستين بعد المائتين من سنة ميتين وستين إلى سنة اثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة هذه الغيبة الأولى هي الغيبة القصيرة والتي نصطلح عليها في الثقافة الشيعية بالغيبة الصغرى هذه الغيبة الأولى الغيبة القصيرة بدأت من سنة ميتين وستين للهجرة وانتهت في شعبان سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة هذه الغيبة الأولى ضمن مرحلة التأويل إلى هنا ليس عندنا من مشكلة لماذا في مرحلة الحضور المعصوم موجود وفي الغيبة الأولى المعصوم يتواصل مع شيعته لا بمستوى مرحلة الحضور وإنما بالمستوى الذي يناسب الغيبة الأولى مشكلتنا بدأت بعد وفاة علي بن محمد السماري في شعبان سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين بدأت الغيبة الثانية الغيبة الطويلة والتي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الكبرى من سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة إلى سنة ثلاثمية وتسعين تقريبا أقول تقريبا لأننا لا نمتلك محددات دقيقة لبداية مرجعية الشيخ المفيد من سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين إلى سنة ثلاثمية وتسعين بداية الغيبة الكبرى بداية التشتت في العقل الشيعي سأعود إلى هذه المرحلة كي أحدثكم عنها في حلقة يوم غد لكنني لست مهتما بها كثيرا لماذا لأن المرحلة هذه طويت إذا أردت أن أهتم بها فمن جهة المعرفة التاريخية أو من جهة معرفة الأسباب الأولى والجذور الأولى للمذهب الطوسي هذه المرحلة طويت كانت كان فيها من الآثار السلبية والأسباب السيئة جدا في تشتت العقل الشيعي لكن المرحلة طويت في حياتنا اليوم في ديننا اليوم ليس هناك من تأثير مباشر للذي جرى في تلك المرحلة ما بين 329 و 390 المفيد متى ولد المفيد ولد سنة 338 متى بدأت الغيبة الكبرى 329 ولادة المفيد على ما هو معروف سنة 338 من خلال القراء مرجعيته صارت واضحة وجلية للجميع سنة 390 للهجرة فأنا لا أنكر أن مرجعيته الشيعية كانت قد بدأت قبل ذلك إنما أتحدث عن ذروتها العالية وصارت واضحة للجميع حتى أن المخالفين حينما يؤرخون لتلك الفترة يشيرون إلى مرجعيته الواضحة والواضحة جدا وإلى بروز شخصيته وإلى المعيته المعروفة فبدأت فبدأت مرجعيته المفيد سنة 390 للهجرة حينما أقول بدأت مرجعيته بدأت ذروة مرجعيته العالية تقريباً تقريباً هذا الرقم من خلال القرائن لا يوجد عندي محدد دقيق واضح من سنة 390 للهجرة إلى سنة 413 طويت صفحة مرجعية المفيد الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة هذه المرحلة طويت بسلبياتها وإيجابياتها ليس لها من أثر على حياتنا وعلى ديننا اليوم بدأت مرجعية المرتضى الذي يلقب بعلم الهدى العباسيون لقبوه بهذا اللقب الشريف المرتضى السيد المرتضى بدأت مرجعيته بعد وفاة المفيد مباشرة كل هذا في بغداد مرجعية المفيد في بغداد تفاصيل الغيبة الأولى كانت في بغداد قبور النواب الخاصين في بغداد فمرحلة السفارة المهدوية كانت في بغداد زمان الغيبة الأولى تفاصيل بدايات الغيبة الكبرى من سنة 329 إلى 390 هي الأخرى في بغداد انتهت مرجعية المفيد سنة 413 للهجرة بدأت مرجعية المرتضى سنة 413 وصار نقيبا للطالبيين إنه موظف عند العباسي استمرت مرجعيته إلى سنة وفاته 436 للهجرة توفي المرتضى فصارت المرجعية للطوس بتخطيط من المرتضى وموافقة من العباسيين علاقة المرتضى بالعباسيين كانت وثيقة جدا بدأت مرجعية الطوس سنة 436 مرجعية الطوس تتألم من شقين الشق البغدادي والشق النجفي الشق البغدادي ابتدأ من سنة 436 للهجرة وانتهى سنة 448 حينما خرج الطوس من بغداد إلى النجف واستقر في النجف وبقي في النجف إلى أن مات وقبره موجود إلى يومنا هذا في جامع الطوس جامع الطوس أساسا هو بيت الطوس دفن الطوس فيه وأوصى أن يكون مسجداً وجامعاً من بعد حياته مرجعية الطوس في بغداد استمرت من سنة 436 إلى سنة 448 هذه الفترة من سنة 390 حينما صارت مرجعية المفيد واضحة إلى سنة وفاته 413 للهجرة ثم جاءت مرجعية المرتضى من 413 للهجرة إلى سنة وفاته 436 للهجرة ثم جاءت مرجعية الطوس في شقها البغدادي من سنة 436 إلى سنة 448 للهجرة هذه المرحلة هي الأخرى طويت طوية صفحتها ليس لها من أثر اليوم في حياتنا وديننا مشكلتنا بدأت مع الشق الثاني لمرجعية الطوس حينما انتقل إلى النجاف وأسس حوزة النجاف سنة 448 للهجرة وبقي في النجاف إلى سنة 460 حيث انتهى الشق الثاني توفي الطوس سنة 460 للهجرة مشكلتنا الفعلية بدأت مع ابن الطوسي لو أن الطوسي لم يورث المرجعية لولده لكان الشق الثاني من مرجعية الطوسي طوية أيضا خصوصا وأن الطوسي في السنوات الأخيرة من حياته كان مريضا كان منشغلا بنفسه لو أن المرجعية كانت لشخص آخر حتى لو كان على منهج الطوسي لكنه لن يكون نسخة دقيقة عن الطوسي المشكلة في مرجعية ولده من بعده لأنه كان جاهلا ولم يكن شيعيا هو من عائلة شيعية مثل محمد حسين فضل الله مثل حسين منتظري مثل محمد الخالصي هؤلاء من عوائل شيعية من واقع شيعي لكنهم ليسوا بشيعة التشيع للعترة الطاهرة شيء وتشيع هؤلاء شيء آخر بالمطلق منهج ابن الطوسي بالضبط كمنهج السيستاني قد تقولون إنني متحامل على السيستاني وحق وحق الزهر البتول لست متحاملا عليه ما هني من مشكلة معه وأتباعه يقولون من أنني مدفوع من جهات ضد السيستاني ومن أنني أستلم الأموال كي أتحدث عن السيستاني إذا كانوا صادقين وتريدون أن تصدق أكاذيبهم أنتم أحرار أنا لا أستلم أموالا لأجل أن أتحدث عن السيستاني لا بحديث سلبي ولا بحديث إيجابي ولست متحاملا عليه فما عندي من مشكلة مع السيستاني وآل السيستاني لا من قريب ولا من بعيد لكن السيستانية هو المرجع الأعلى وهو الأكثر إضرارا بالتشيع في زماننا لأنه جمع بين السلطتين بين السلطة السياسية والدينية أوجد منهجا ضالا وسيبخى هذا المنهج لأن المرجعية من بعده ستنتقل إلى ولده المنهج هو المنهج والضلال هو الضلال ابن الطوسي لم يكن عالما هذا المديح الذي يذكر له كالمديح الذي يذكر للسيستاني السيستاني ليس الأعلم بين تلامذة الخوئي السيستاني عالم أستاذ في الحوزة لكنه ليس في المستوى الأعلى كتبه موجودة أساتذة الحوزة يعرفون هذا كتب السيستاني ليست في المستوى الأول في المستوى المتوسط فهو لا يتجاوز المستوى المتوسط في مدارج الدراسة الحوزوية هو مجتهد فقيه بموازين المذهب الطوسي أستاذ في الحوزة عنده مؤلفات كتبه موجودة لكنها في المستوى المتوسط ابن ابن الطوسي لم يكن حتى في هذا المستوى ابن الطوسي كان جاهلا مرجعيته مرجعيته استمرت إلى ما يقرب من ستين سنة الطامة هنا الطامة هنا نحن لا نعرف بالضبط تأريخ ولادته ولا نعرف بالضبط تأريخ وفاته لكنه قطعا قطعا إلى سنة خمسمية وخمسطعش كان حيا القرائن دالة على ذلك بدأت مرجعيته من سنة أربعمية وستين وهو حيا إلى سنة خمسمية وخمسطعش وبقي حيا وراء هذا التأريخ لكننا لا نعرف بالدقة تأريخ وفاته مرجعيته قاربت الستين سنة توفي بعد خمسمية وخمسطعش ربما بسنتين أقل أكثر توفي بعد هذا التأريخ لكنه قطعا إلى سنة خمسمية وخمسطعش كان حيا توفي بعد هذا التأريخ مرجعيته استمرت إلى ما يقرب من ستين سنة بسط سلطته استعمل القوة لأنه جاهل كمم الأفواه أي أحد يفتح فمه بحرف يغلق فرض دين أبيه فرض دين أبيه من دون تطوير من دون تجديد من دون إعادة نظر في كل الذي جاء به الطوسي الطوسي حينما كان في بغداد كتبه لم تكن دقيقة الطوسي كان ذكيا كان بارعا كان نابغة لكن كثيرا من العيوب كانت ظاهرة في كتب الطوسي كتبه ليست دقيقة وأحرقت الكتب في بغداد وأعادها من جديد في النجف فتضاعف الخلل فيها لأن الرجل كان مريضا خصوصا في السنوات الأخيرة من حياته وهذا واضح من خلال مجالسه التي كانت تكتب في كتابه الأمال في بداية كتاب الأمال كانت مجالسه طويلة وطويلة جدا في آخر كتاب الأمال صارت مجالسه قصيرة وقصيرة جدا لأن الرجل صار مريضا قلت لكم قبل قليل لو أن المرجع الذي جاء بعد الطوس لم يكن بالتوريث لم يكن ابن الطوس هو الذي صار مرجعا لطويت صفحة الطوس لكن المشكلة في توريث المرجعية حينما استمر منهج الطوس على ضلاله فتشكل المذهب الطوس يمكنني يمكنني بدقة أقول من أن ابن الطوس هو مؤسس المذهب الطوس صحيح أن الفكرة وضعه الشيخ الطوس وأن البداية من الشيخ الطوس الأب وهو الذي أسس المذهب لكن بشكل عملي وفاعل وحقيقي على أرض الواقع ابن الطوس هو الذي أسس المذهب الطوس مع أن البداية كانت من أبيه حينما انتقل إلى النجف وأسس مذهبه اللعين إذن الطوس مات سنة 460 للهجرة بدأت مرجعية التوريث ورث المرجعية لابنه الجاهل الناصبي الطوس اسمه محمد ابن الحسن الطوس ولده اسمه الحسن الحسن ابن محمد الطوس هذا كان جاهلا وناصبيا أتحدث عن نواصب الشيعة لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعد أتحدث عن نواصب سقيفة بني طوس هذه السقيفة التي أنشأها أبوه وأكمل إنشاءها وقواها ورسخها وثبتها على الأرض في الواقع الشيعي هكذا نشأت سقيفة بني طوس ألا لعنة عليها ألا لعنة على ضلالها استمرت مرجعيته أتحدث عن مرجعية ابن الطوس إلى ما يقرب من ستين سنة انتشر المذهب الطوسي في الجو الشيعي إلى أن ارتفع صوت محمد ابن إدريس الحلي لا نعرف تأريخ ولادته بالضبط يمكننا أن نقدرها تقديرا توفي سنة خمسمية واثمانية وتسعين ويبدو أن عمره حينما توفي قد تجاوز الخمسين سنة لا كما يقولون عن من أنه توفي في العشرين هذه أكاذيب الطوسيين عمره تجاوز الخمسين سنة توفي سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة ابن إدريس الحلي محمد ابن إدريس الحلي هذا كان جريئا رفع صوته ضد الطوسيين في زمانه لم يؤثر بقي المذهب الطوسي منتشرا وحاكما في الواقع الشيعي بحسب تقديري بحسب تقديري فإن المذهب الطوسي بقي حاكما على الشيعة إلى وفاة المحقق الحلي المحقق الحلي هو الآخر لم يكن قد جاء بشيء جديد إنما أعاد المذهب الطوسي بصياغة تناسب عصره الطوسي لم يكن أديبا الطوسي لم يكن بليغا الطوسي لم يكن في غاية الفصاحة كان ذكيا كان بارعا كان نابغة أحاط بثقافة عصره وألم كثيرا بالثقافة الشافعية والحنفية وكذلك ولج إلى الثقافة الشيعية لكنه لم يكن أديبا لم يكن بليغا لم يكن فصيحا المحقق الحلي كان أديبا وكان شاعرا وكان بليغا فأعاد صياغة المذهب الطوسي ببلاغته وفصاحته ببلاغة المحقق الحلي وحاول أن يجدد أو أن يغير في بعض جهاته لكن في الحقيقة فإن المذهب الطوسي كان متفشيا متفشيا في الحلة التي كان فيها المحقق الحل وفي غير الحلة من حواضر الشيعة الكبيرة والصغيرة هذا 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 يعني أن المذهب الطوسية من بعد وفاة الطوسي سنة 460 بقي مستمرا إلى سنة 676 إنها سنة وفاة المحقق الحلي 216 سنة 216 سنة بعد وفاة الطوسي المذهب الطوسي هو الحاكم فعليا في الواقع الشيعي وحتى بعد هذا التأريخ فقد برز العلامة الحلي العلامة الحلي هو ابن أخت المحقق الحلي المحقق الحلي كان خاله حينما توفي المحقق الحلي العلامة الحلي كان في الثامنة والعشرين من عمره بدأت شخصيته العلمية المرجعية بالظهور تدريجية حتى صارت واضحة واضحة جدا بحدود 690 المحقق الحلي توفي سنة 676 وبدأت مرجعية العلامة الحلي تدريجية حتى صارت واضحة للعيان وللجميع بحدود سنة 690 للهجرة وفي سنة 702 التحق بالمغول وصار عالما للمغول له حكاية أنا أنا لست بصدد الدخول في التفاصيل وبقي العلامة الحلي مصاحبا للسلطان المغولي حتى توفي أتحدث عن السلطان المغولي خدابندة توفي سنة 716 عاد العلامة الحلي إلى الحلة وبقي فيها إلى أن توفي يمكنني أن أقول من أن العلامة الحلي جدد المذهب الطوسي فصارت الأنظار متوجهة إلى العلامة الحلي وخفت هيبة الطوسي زمن العلامة الحلي مع أن العلامة الحلي ما جاء بشيء جديد إنه تكرار للذي جاء به الطوسي وحاول خان العلامة الحلي المحقق الحلي أن يجدد فيه أن يغير فيه لكن روح المذهب بقيت هي هي ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا هناك أربعة أسماء هي التي أعدها على الأقل أنا من خلال بحثي وتحقيقي هي التي أعدها أئمة المذهب الطوسي أولا الشيخ الطوسي مؤسس المذهب محمد ابن الحسن الطوسي وثانيا العلامة الحلي وثالثا مرتضى الأنصاري مرتضى الأنصاري توفي سنة ألف وميتين وواحد وثمانين للهجرة ورابعا أبو الخاسم الخوئي توفي سنة ألف واربعمية وثلاث للهجرة هؤلاء هم أئمة المذهب الطوسي الطوسي نفسه العلامة الحلي مرتضى الأنصاري أبو القاسم الخوئي أما السيستاني وبقية تلامذة الخوئي هؤلاء لا قيمة لهم هؤلاء حروف مهملة في حاشية كتاب اسمه الخوئي أنا أتحدث عن الموازين الحوزوية الآخندية العلمية لا أتحدث عن هراء السياسة وعن الدعايات التي تصنع هنا وهناك بالأموال المدفوعة من الأموال التي تسرقها المرجعية من الشيعة في اسم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هذه لغة تأريخية بالأرقام وقت الحلقة صار طويلا الخلاصة الخلاصة مشكلتنا بدأت منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما انتقل الطوسي إلى النجاف وأسس حوزة النجاف وأسس مذهبه بشكل واضح وعلني لو أن مرجعيته انتهت بوفاته سنة أربعمية وستين للهجرة لكان بالإمكان أن تطوى صفحة الطوسي مثلما طويت صفحة الذين من قبله لكنه أصر على توريث المرجعية لولده ذلك الجاهل الناصبي التافة فوقعنا في المأزق ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا نحن في مأزق قذارة هذا المذهب للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر